دكتورة حنان الفتلاوي ضجة واسعة في الأوساط العراقية أثرتها عضو اتلاف المالك والنائب في البرلمان العربي حنان الفتلاوي إثر مداخلتها خلال جلسات البرلمان العربي والتي رفضت فيها الإشارة إلى التدخل الإيراني في الشان العراقي حيث اعترضت الفتلاوي على إدانة التدخلات الإيرانية مدعية أن صياغة بعض النقاط غير موفقة كالتدخلات الإيرانية المستمرة في الشان العراقي كما اعترضت على عدم ذكر البرلمان العربي في بيانه كل التدخلات في الشان العرقي والاقتصار على التدخل الإيراني فقط لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بموقف الفتلاوي في وقت كان فيها أعضاء البرلمان العربي يدينون التدخلات الإيرانية في الشان العراقي والأسيما وأنها تزامنت مع قصف إيراني كثيف داخل كردوسان العراق أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين أغلبهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال بينما رفضت الفتلاوي تلك الإدانة وعبر مواطنون ونشطون عراقيون عن استهجانهم من موقف الفتلاوي المتبني للموقف الإيراني في ظل التدخل الإيراني بالشأن العراقي سواء على المساوى العسكري والأمني أو السياسي في موقف عدو عمالة صريحة للفتلاوي وإطار التنسقي التابع لإيران وتمثل التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي من أبرز الملفات التي تثير اهتمامات العراقيين والأسيما بعد الثورة التشرين التي شهدتها البلاد عام 2019 وكثيرا ما يرمي المواطنون العراقيون فشل أساسة بلادهم على إيران باعتبارها الداعم الأساس لهم موقف الفتلاوي من رفض إدانة التدخل الإيراني في الشأن العراقي وردود الفعل الشعبية الرافضة له كل هذا يشي بوضوح إلى زيادة الصخط الشعبي للتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي كما يؤشر بشكل واضح وجلي إلى عمالة وتبعية كثير من الكتل السياسية لإيران الأمر الذي أدى إلى مطلب جمعيا شعبي بالتخلص من النفوذ الإيراني وأدواته من الميليشيات المسلحة والأحزاب السياسية التابعة لطهران والتي هيمنت على سلطة والموارد في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن ترجمة نانسي قنقر